صباحك سيلي يسعد صباحك أخي مجحم وصباح الخير للأخت نسرين عندك في السوديو وصباح الخير للوطن الجميل صباح الخير باش مهندس وخلينا نتعرف من خلالك على النشرة الجوية ناخدها لليوم والأيام القليلة القادمة خصوصا أنه احنا يعني تقريبا في ساعات الليل بدأنا نحس بحالة عدم الاستقرار اللي تحدثت عنها حضرتك معانا الاثنين الماضية نعم أخت نسرين يعني منذ منتصف الليل الماضي تأثرت المملكة بكتلة هوائية باردة نسيا مما أدى إلى تكاثر الهيوم على ارتفاعات مختلفة ومع ساعات الصباح الباكر كان هناك زخات من المطر على بعض أجزاء من المملكة إن كانت الوسطى منها أو الشمالية أو الجنوبية من المملكة متوقع لهذه الكتلة هوائية الباردة نسيا أن يستمر تأثيرها بقية هذا اليوم لذا راح تستمر الأجواء نهار اليوم باردة نسيا وغائم جزئيا إلى غائم مع سقوط زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر على أجزاء متفرقة من المملكة قد يصحب هذه الزخات البرد والرعد أحيانا لكن بمشيئة الله مع قدوم ساعات المساء والليل متوقع أن تبدأ الأجواب الاستقرار التدريجي ومتوقع لليوم أن تسجل العظمى في مدينة عمان 17 درجة مئوية أهم التحذير هو اليوم من خطر تدني مدى الرؤية الفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وأيضا من خطر الانزلاق على الطرقات خاصة بالمناطق التي تشهد سقوط زخات من المطر يوم الجمعة والسبت والأحد أجواء رح تكون أجواء مستقرة بمشيئة الله إلا أنها أجواء باردة نسبيا فوق المناطق الجبلية ولطيفة في الأغوار ومدينة العقبة والبحر الميت وأيضا الرياح تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ومتوقع خلال الليلة القادمة تدني مدى الرؤية الفقية بسبب الضباب في معظم مناطق المملكة إذا نحذر من تدني مدى الرؤية الفقية بسبب الضباب متوقع أن تسجل العظماء في مدينة عمان ليوم الجمعة 17 درجة مئوية ويوم السبت ولاحد ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية نعم أخي مجح موخ التسرين يعني الشيطة بنقدر نقول باش مهندس رح يستمر بس يعني الليل اليوم لبالليل خلص ببطن الحالة من عدم الاستقرار يعني الأمطار المتوقعة أو زخات المطر المتوقعة الخفيفة والمتوسطة المتوقعة حتى ساعات الظهر يعني قبل قدوم الليل بمشيئة الله في مجال أجواب الاستقرار التدريجي وانتهاء لهطول الأمطار بمشيئة الله شكر الموصول لك دائما وأبدا المهندس حسين المومني مدير المركز الوطني للتنبؤات الجوية والناطق الإعلامي باسم اشتركوا في القناة